نيجي بقى على الجزء بتاع الروح والانتماء يقولك دايما حسام حسن روح وانتماء حلو عنده حب وشغف ده لطيف يا جماعة مش حاجة شكلية الناس اللي تعالين برضو يقولك المم فنان مدرب جامد جد مدرب جامد بس هو عنده حتة زيادة ومنحتاجها للمنتخب طيب يتقل دايما انهم عندهم الحسام إبراهيم يعني عندهم شغف وحماس في الأندية اللي بيلعبوا ليها ما بالك انت لما يشتغلوا مع منتخب بلدهم يشتغلوا مع منتخب بلدهم هقولك موقف بس يدللك قدي الناس دي عندها شغف وحب للكورة يعني 1991 بعد طبعا ما وصلنا كس العالم 90 وجهول لحسام حسن الشهير في الجزاء اللي اتنين احترفوا في نيوشاتل السويسري والاتنين فاعزي تقلقهم وكان وعاتها إبراهيم حسن مسجل هدف تاريخي في ريال مدريد وكان حسام حسن مسجل سوبر هاتريك في سلتك لسكوتلندي حاجة يعني خيال يعني في كاسة حدل ربي بالمناسبة حاجة خيال كابتن صالح سليم رئيس النادي الاهلي كسة مشهورة يعني بعد عفوا ليه صلاح حسني مدير الكرة في النادي الاهلي وقتها وقال له لو سمعت عايزك تروح سويسرا عشان ترجع لي حسام وابراهيم فالراجل سافر ورغم إن الكل وقتها توقع يعني حتى إن في النادي الاهلي إنه طبيعي حسن وابراهيم متقلقين جدا في أوروبا دلوقتي فهيبقى في صعوبة إنه هما يرجعوا النادي الاهلي مرة تانية الغريب للأمر ما خادش وقت ما خادش وقت واللي اتنين قالوا آه موفقين نرجع النادي الاهلي أجدع انت وهو انت متقلقين في أوروبا جدا بصراحة لو كنت شغال وقتها يعلم في وقتها كنت تهجمتهم جدا إنهما سابقوا أوروبا يعني وهم مطلقين كذا بس هقولك ليه هما رجعوا هما عارفين إنهما هيتقلقوا في أوروبا جدا بس حبهم للنادي الاهلي وانتماءهم للنادي الاهلي والشغب بتاعهم للنادي الاهلي خلاهم يرجعوا خلهمش يفكروا بالعقل مش بقول كده بس عشان الكلمتين دول إيه ممكن تلاقي العيبة بتطلع برده يقولك إيه أنا هفكر بقلبي يرجع عدم الصحة بالمناسبة إحنا معترفين عدم الصحة ولو سألتهم للنادي يقول لهم كانتش المفهود نعمل كده بس بس أنا بقولك الشخصية طيب ده مع النادي الاهلي هتقولي يعني أنت للوقتي عايز تطلع تقولي حسن وريم أهلوية مش الحكاكة هم بيحبوا الكورة ليه بقى عشان في الزمالك سيبك سيبك من سنتين تلاتة كسروا فيهم من الدنيا كلعبين مع نادي الزمالك حط دي على جنب لما حسن بقى مدرب وإبراهيم مدير كورة في نادي الزمالك أول لقاء كان حسن حسن هو المدير الفني اللي نادي الزمالك كان قدام حرس الحدود في 2011 وقتها نادي الزمالك خسر المباراة وكان في المركز الحداشر في الدوري فيديو مشهور قوي يعني حسن حسن بعد المباراة ما خرجش القط اللبس جمع اللعيبة على الخط وقعد وهو وسط اللعيبة والجمعين بتهتف بالروح بالدم هنشجع الزمالك وقال لهم انتوا مفيش ولا واحد فيكم وحش وأنا راضي على اللي هيحصل وهنكسب المطش اللي جاي وارفعوا راسكم ولسه عندنا أحسن بالمناسبة الزمالك في الموسم ده بتنسى بقول لكم من شوية عمل لمنتادة تاريخية لمنتادة تاريخية من فريق وصل للمركز الثلاثاشر لفريق بينهي الدوري في المركز تعالوا نشوف اللقطة دي ونكمل كلامنا أنا ن husision أنا مخطير الااب أنا راضي أنا راضي لو wartёзه لما راضي أمكش d sulm الله تقر لنا بふائئة لو أنتم تس Jub VIS مرح أقتدرت لو لو أنتم لو أحد ضيك واحد أنا ما كنتش أنا خلتز أنا مخطر أنا راضي أنا راضي طيب دي حكاية زمالك وقبلها كان حكاية النادي الأهلي وقبلوهم كان في حكاية النادي المصري